حرصا على تعزيز العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة ماليزيا الشقيقة واستمرارا للجهود التعليمية في الأردن زار صاحب السمو الملكي الأمير سيد بيترا سراج الليل ولي عهد ولاية بيرلس في ماليزيا جامعة العلوم الإسلامية العالمية الحمد لله لقد وصلنا ليلة أمس واليوم أنجزنا بعض المقابلات المهمة وأعتقد أنها كانت مثمرة سيكون لدينا الكثير لمتابعته هنا ولدينا العديد من المقترحات للتعاون مع الجانب الأردني ولي العهد الماليزي أكد خلال لقائه رئيس الجامعة سلمان الابدور بحضور مجموعة من الأكاديميين على أهمية متانة العلاقات التي تجمع ماليزيا بالأردن لا سيما العلاقات التعليمية والتربوية مشيدا بالوقت ذاته على تطور المستوى الأكاديمي المرموق الذي تشهده الجامعة والدور الذي تقوم به من خلال إعداد خريجين قادرين على حمل رسالة الإسلام السمحة نحن سعداء اليوم بزياد سمو الأمير وتحدثنا في موضوعات مختلفة منها التعاون بيننا وبين الجامعات الإسلامية الموجودة في ماليزيا لديهم جامعة ناشئة هناك طلب مننا المساعدة في أعضاء التدريس ونوع من التعاون ما بين استبادل الطلاب نحن على استعداد لذلك وإن شاء الله تثمر الزيارة عن اتفاقيات ما بينه وبين جامعتهم رئيس جامعة العلوم الإسلامية سلمان الابدور أكد بدوره على متانة العلاقات التي تربط المملكة بدولة ماليزيا الشقيقة مشيدا بأداء الطلبة الماليزيين والتزامهم بأنظمة الجامعة وقوانينها ومعربا بالوقت ذاته عن استعداد الجامعة للتعاون في المجالات الإسلامية والتعليمية المختلفة على مكتابة للمشاهدة